سنوات من التهديد تترجمها قدرات تقنية نووية تتطور كل عام تهران تتحدث عن دخولها مرحلة جديدة وتعلن أن الرغبة السياسية وحدها الآن من يقف أمام امتلاكها للقنبلة النووية الأولى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يعلنها صراحة ويؤكد أن بلاده تمتلك كل التقنيات اللازمة لصنع سلاح نووي بما في ذلك تخصيب اليورانيوم لمستويات عسكرية إلا أن السلاح النووي لا يدخل الآن في برنامج الوكالة حسب زعمه المسؤول ذاته أعلن أن بلاده لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وربطها بعودة واشنطن للاتفاق النووي رغم أن وكالته أزالتها بعد انتقادات وكالة الطاقة الذرية لإيران تصريحات رسمية إيرانية تتماشى مع تحذيرات مدير وكالة الطاقة الذرية رفايل جروسي الذي أكد أن تهران تعمل بنشاط من أجل صنع قنبلة نووية والدليل تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60% وهي النسبة التي تقترب من المستويات اللازمة لاستخدامه في الأنشطة العسكرية وفي السياق نفسه أكدت الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران بصدد تصنيع ألف جهاز طرد مركزي متطور من طراز ER6 بعد أن جهزت منشآت نووية خاصة تحت الأرض أرقام غير مسبوقة تعكس نوايا إيران على الأرض بين نسب تخصيب فعلية بلغت 60% وقدرات تقنية تصل إلى 90% وفي استمرار غياب المفتشين عن الحقيقة تبقى قدرات إيران النووية المعلنة والسرية تتقاطع مع تقارير وكالة الطاقة الذرية والمعلومات الاستخباراتية لتؤكد أنها تقترب تقنيا من صناعة السلاح النووي الذي يبقى أولوية النظام الإيراني التي تترجمها أفعاله وإن فذلك في العلن